الشمس السوداء تعتبر ألمانيا منذ أقدم العصور مركزاً للجمعية السرية والعلوم الخفية ورأينا سابقاً أن عائلة باير التي عرفت لاحقاً بروتشيل كانت من أهم العائلات الألمانية المطلعة على القوى الخفية فضلاً عن ذلك تحمل عائلة وينتسور في بمها جذوراً ألمانية كما وأن جمعية المستنيرين البافاريين التي كانت متورثة في العديد من التوارات في أوروبا بما فيها الثورة الفرنسية تأسست في ألمانيا في الأول من آيار عام 1776 على يد المنجم آدم ويشوبت في إطار آخر يعود انقصام الكنيسة المسيحية إلى كاثوليكية وبروتستانتية إلى مارت اللوثر وهو عميل ألماني عضو في الأخوية الروزي كروشية تعتبر ألمانيا أيضاً مركزاً للمناورات العالمية فهتلر لم يبتدع العقيدة النازية بل اكتفى بنقلها إلى الناس فحسب في القرن التاسع عشر تنبأ المؤلف ريتشارد فاغنر بمجيء هتلر إذ أعلن أن موعد وصول العرق السيد بات وشيكان ومن خلال قطعته الموسيقية دير رينغ عبر عن إيمانه بالألمان الفائقي القوة الذين سيتخطون مسرح العالم على غرار الإلهين الوثنيين وطن وثور غالباً ما سنسمع هتلر يردد بعد وصوله إلى الحكم أنه في سبيل فهم النازية في ألمانيا ينبغي على المرء أن يفهم فاغنر من تلامذة المتطرف فاغنر المؤلف غوستاف ماهلير الذي مول دراسته البارون ألبيرت دوروتشيلد ومن الأماكن البارزة التي زارها فاغنر بلدة غين لوشاتو في جنوب فرنسا الغنية بالأسرار والمرتبطة بشكل وثيق بفرسان الهيكل المانويين فالجمعية السرية الألمانية تتبع تقاليد فرسان الهيكل والفرسان التيوتونيين المعاصرين ولد أدولف هتلر عام 1889 في براوناو أم إن على الحدود الألمانية المجرية غير أن بعض الروايات تقول إنه يتحضر من سلالة روتشيلد أو إنه الأمير ألبيرت دوق كلارانس وفوندال حفيد الملكة فيكتوريا الذي قيل إنه توفي في ساندرينغ هام في كانون الثاني 1892 إثر إصابته بذات الرئة خلال الإعداد بدفنه صدر أمر يقضي بعدم تحنيط جثته أو المبالغة في الحداد عليه ويبدو أن ألبيرت لم يكن سهل المراس وهتلر كذلك الأمر في تلك الحقبة سرت بعض الإشاعات حول وفاة ألبيرت وقيل إنه كان ملفقا لأن الطرابه العقلي يحول دون توليه مسؤوليات العرش لا أجد مانعا لذلك رويت قصص عديدة حول الأمير ألبيرت منها تلك القائلة بأنه كان مرتكب جرائم متسلسلة في لندن معروف باسم جاك ذوليبر وقد اشتهر بقتل المومسات بطريقة شعائرية وكتابة رسائل ماسونية في مصرح الجريمة ومن خلال الأدلة تبين أن المدعو جاك كان على علاقة متينة بالعائلة الملكية وعند إعلان خبر وفاة الأمير ألبيرت قيل إنه لم يمت بل أخذ إلى ألمانيا وأظن أن هذه المسألة غاية في السهولة لأن العائلة الملكية البريطانية تتحدر من أصل ألماني ولها أقارب في ألمانيا أكثر منه في إنجلترا في تلك الحقبة كانت السلالة الملكية البريطانية تعرف باسم أسرة زاكسا كوبورغوتا الألمانية خلال السنوات الأولى من ظهور الحزب النازي وفي وقت لم يكن قد سطع فيه نجم هتلر خارج بافاريا حضي هذا الأخير بدعم مالي من كل من دوق ساكس كوبورغوتا ودوق هس الكبير والدوق فيكتوريا زوجة الدوق هس الكبير السابقة علما أن هؤلاء كانوا جميعا أقارب ألبيرت دوق كلرانس المقربين فما السبب الذي دفع العائلات الملكية الألمانية إلى دعم هتلر ذلك الجندي في الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الأولى وإن كان صحيحا أن الأمير ألبيرت هو نفسه هتلر فذلك يعني أن الزعيم أكبر سنا مما كان يدعي في هذا الإطار استعملت عشيقته إيفا براون الكلمات التالية لوصفه لشقيقتها رجل نبيل كهل عمره غير معروف أشير هنا إلى أنني لا أدعي أن هذه النظريات صحيحة لأنني لست متأكدا من ذلك ولكن إن قارن الصور التي أخذت لكل من هتلر وألبيرت قبل خمسة وعشرين سنة لفهم سبب رواج هذه الشائعات فهما متشابهان جدا لعل ذلك مجرد صدفة ولكن إن كنتم تملكون أي معلومات حول هذا الموضوع أرجو منكم إرسالها إلي أظهر هتلر ولعا بالتنجيم لا سيما خلال ازدياد رقعة نفوذه في هذا الإطار تأثر إلى حد بعيد بأعمال هيلنا بيتروفنا بلافسكي التي ولدت عام 1831 في أوكرانيا وأصبحت لاحقا عميلة في الاستخبارات البريطانية ويدعي بعض الباحثين أنه كانت تنبطها علاقات وطيقة بجمعية سرية للثوار الإيطاليين معروفة باسم كاربوناري وعضو في أخاوية الأقصر المصرية التي وصفتها لاحقا بوكر للفسق والطمع بالسلطة وكسب المال وصلت السيدة بلافاتسكي إلى نيويورك عام 1873 وتمكنت بمساعدة الكولونيل هنري أولكوت من تأسيس جمعية ثيوسوفية اتخذت مقرا لها في كروتونا في كاليفورنيا كانت جمعية بلافاتسكي تستمد عقائدها من كتب السيدة المذكورة ومنها آيزيس أنفايل الصادر عام 1888 و The Secret Doctrine علما أن هذه الكتب مستوحى من الفلسفة القبلانية اليهودية تدعي بلافاتسكي أنها على اتصال روحي بأسياد خفيين يقيمون في أسيا الوسطى ويمكن الاتصال بهم بالتخاطر إن كنت على معرفة بأسرار العلوم الباطنية في هذا الإطار أشير إلى أن الكثيرين ادعوا رؤية الصحون الطائرة كما وأكدت الأبحاث وجود قواعد تحت الأرض وفي قعر البحار للمخلوقات الفضائية في أنحاء العالم كافة بما في ذلك أسيا الوسطى ترتبط هذه القضية بالأساطير والتقاليد القديمة التي تتحدث عن عرق سيد يعيش في باطن الأرض مما لا شك فيه أن الاعتقاد بالأسياد الذي روج له أنثال الوسطى الثيوسوفية إليس بايلي هو من المواضع الأساسية الراصخة في حركة العصر الجديد الحالية أسست إليس بايلي مدرسة أركان للعلوم الباطنية وادعت أنها تتواصل مع كائن أسمته التبيتي وأصدرت عددا لا يستهان به من الكتب منها قالت بايلي إن التبيتي أخبرها أن الحرب العالمية الثانية ضرورية للدفاع عن مخطط الله يبدو لذلك سخيفا على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن كل ما يحصل هو جزء من المخطط وإرادة الله بما في ذلك الإبادة الجماعية غير أننا نصنع أنفسنا بأيدينا وإن تغيرنا من الداخل إن عكس ذلك على محيطنا فالحروب لا تقع كجزء من مخطط الله بل هي من صمع الإنسان وإن حاول أن يغير ما في داخله لما وقعت الحروب من جهتي أرى أن مفهوم الأسياد وأخوية العرق الأبيض العظيم يثير القلق إلى حد بعيد من المنظمات التي تأثرت بأعمال إليس بايلي أذكر منظمة لوسيس تراست عرفت سابقا باسم لوسيفر تراست ومنظمة وورد جودويل التين تداعمان أهداف الأمم المتحدة إنه لمثير فعلا للاهتمام أن يرث العصر الجديد الحقائق المتداولة عبر العصور على غرار ما فعلت الديانات التقليدية عبر الأزمنة فكما وارث أتباع المسيحية رواية المسيح وارث أتباع حركة العصر الجديد رواية الأسياد إذ نجد اليوم عددا لا يحصى من الأشخاص الذين يدعون التواصل معهم ومع الملاك مخائل الذي كان إلها في ميقيا قديما غير أنني أجد أن مفهوم الأسياد هو عبارة عن وسيلة لغسل دماغ أولئك الذين رفضوا وضع الدين والعلم الراهن من الأمور الأخرى التي تركت أثرا بالغا في هتلر كتاب العرق الآتي الذي وضعه اللورد الإنجليزي إدوارد بولوير ليتون وهو وزير استعماري متورد إلى حد بعيد لعملة ترويج الأفيون في الصين كان اللورد بولوير ليتون صديقا مقربا من رئيس الوزراء البريطاني بنيامين ديزرائيلي والكاتب شارز ديكنز ورئيس محفل الجمعية الروزي كروشية الإنجليزية التي ضمت فرانسيس باكون وجون دي فضلا عن ذلك كان بولوير ليتون المعلم الأكبر في المحفل المسوني الإسكتلندي ورئيس جهاز الاستخبارات البريطاني أخبرني صديق لي أن هيلينة بلاباتسكي كانت إحدى أبرز العملاء لديه وغالبا ما كانت هذه الأخيرة تأتي على ذكره في كتابها آيزيس أنفايلد على الرغم من أن بولوير ليتون اشتهر من خلال كتابه الأيام الأخيرة لبومباي إلا أن شغفه الوحيد كانت العلوم الباطنية في كتابي العرق الآتي كتب عن حضارة ضخمة تعيش في باطن الأرض وقد اكتشفت قوة تعرف باسم فريل وقد تستعمل لصنع المعجزات استنادا إلى رواية بولوير ليتون من الممكن أن تصعد هذه الكائنات الفائقة القوة إلى سطح الأرض يوما ما وتسيطر على العالم وهذا بالضبط ما يؤمن به النازيون غالبا ما يتردد موضوع الكائنات الخفية الفائقة القوة في الجمعيات السرية والأساطير ومنها أخوية الفجر الذهبي التي تأسست عام 1888 على يد واين ويسكوت مايثرز في هذا الإطار ابتكر هذا الأخير سلسلة من الطقوس والشعائر المخصصة لمساعدة أعضاء الأخوية على التحكم بقواهم الجسدية والروحية الكامنة غير أنه كان يعي أن هذه الهبة حصر على عدد محدد من الأشخاص وكان من مؤيدي الحكومة الفاشستية تجذب هذه الطقوس الطاقات السلبية التي تسهل الترددات المتزامنة مع الزواحف أو الكائنات الوهمية من البعد الرابع السفلي مع حلول عام 1890 كانت معابد أخوية الفجر الذهبي قد انتشرت في لندن وأنبرا وبرادفورد وويستون سوبرمار وباريس حيث اتخذ مايترز منزلا له تتناول أخوية الفجر الذهبي موضوع القوى المعروفة باسم فريل والتي تظهر من خلال التحية التي يلقيها النازيون وهم يقولون ليحيا هتلا كان مايترز على معرفة بالسيدة بلاباتسكي وكذلك معلم معبد الأخوية في لندن الشاعر بيتلير ييتس الذي فاز في وقت لاحق بجائزة نوبل على الرغم من أننا لا نزال نجد حتى يومنا الحالي بقايا من جمعية الفجر الذهبي إلا أن الجمعية الأصلية انشقت إلى فرق متنازعة إثر وقوع خلاف بين ييتس ومايترز وعابد الشيطان السير كرولي ومن المفكرين والمجموعات الأخرى التي تركت أثرا على الفلسفة النازية أخوية فرسان الهيكل الشرقيين أوتو التي كانت تلجأ إلى الطقوس الجنسية لإثارة الطاقة المعروفة باسم فريل فضلا عن المشعوذين الألمانيين جيدو فوليست ولانتس فون ليبنفلز خلال الاحتفال بانقلاب الشمس الصيفي كان ليست يضع زجاجات النبيث على الأرض على شكل صليب يعرف باسم مترق الثور في أخوية الفجر الذهبي عرف هذا الصليب بشعار السلطة كما وأنه كان رمزا للشمس في زمن الفينيقيين الآريين من جهته استعمل لانتس فون ليبنفلز واسمه الحقيقي أدولف لانتس الصليب المعقوف على راية رفعت فوق معبده المطل على نهر الدانوب وهي ترمز إلى نهاية المسيحية وبزوغ فجر الآريين الشقر ذي العينين الزرقاويين الخارقية القوة كان هذان المشعوذان يؤمنان بالتمييز العنصري لا سيما وأن تلك القوى الشريرة ومنها اليهود والزنوج والسلفيين هم أدنى شأنا ويستحسن خصيهم ترك فون ليست وفون ليبنفلز أثرا كبيرا على أدولف هتلر وعام 1932 وبعد وصول هتلر إلى السلطة كتب فون ليبنفلز إلى صديق له قائلا إن هتلر تلميذ من تلاميذنا ويوما ما سنحقق من خلاله النصر ونطور حركة الرعب في العالم أجمع من الأشخاص الآخرين الذين أثروا على عقائد أدولف هتلر الإنجليزييني أليستر كرولي وهيوستون ستيوارد شامبرلين ولد كرولي عام 1875 في وايرويكشاير وتمرد على التربية الدينية الصارمة وانضم إلى أخوية الفجر الذهبي عام 1898 بعد أن غادر جامعة كامبرج ولكن إترى نشوب خلاف بينه وبين مؤسسي الأخوية المذكورة تنقل ما بين المكسيك والهند وسيلان حيث تعرف على اليوغا والديانة البوذية التي استحوذت على اهتمامه لبعض الوقت ولكن في نيسان 1904 طلبت منه زوجته روز أن يقوم بطقس سري فدخلت خلال الاحتفال بحالة من النشوة وبدأت تنقل كلمات الشخص الذي اتصلت به فقالت لكرولي إنهم في انتظارك وأظنها كانت تتحدث عن حورص إله الحرب وابن أزيريس في الديانة المصرية القديمة لم يتقبل كرولي الموضوع وراح يطرح على زوجته سلسلة من الأسئلة بغية الإيقاع بها ولكن وفقا للرواية الرسمية كانت روز التي لم تكن تعرف عن عالم السحر إلا القليل تعطيه في كل مرة الجواب الصحيح وطلب الكائن المتصل من كرولي أن يجلس على مكتب في غرفته في الفندق ما بين الظهر والساعة الواحدة خلال ثلاثة أيام محددة وافق كرولي على طلبه وكتب خلال هذه الأوقات بشكل آلي وطيقة حملت اسم كتاب القانون أشير هنا إلى أن الكتاب بشكل آلي تعني أن تتحرك الذراع واليد بتوجيه من قوة خارجية مع العلم أن لا أحد قد يتفاجأ بما يحصل أكثر من الشخص المعني تقول المعلومات التي بلغ بها كرولي أن عصر أزيرس القديم قد استبدل بعصر حورس الجديد ولكن ينبغي أولا تدمير العصر القديم على يد البربر فالتغرق الأرض في بحر من الدم يتحدث كتاب القانون عن الأشخاص الذين يتمتعون بقوة خارقة ويدين الديانات القديمة واللاعنف والديمقراطية والشفقة والإنسانية يضيف الكائن الخارق القوة ليكن عدد خدام قليلا وهويتهم سرية لأنهم سيحكمون الكثيرين والمشهورين وتقول الرسالة أيضا لا علاقة لنا بالمنبوذين وغير الكفوئين فليموت في بؤسهم إن الشفقة هي علة الملوك فاسحق البائس والضعيفة لأن هذا قانون الأقوياء إنه قانوننا وسعادة العالم أحب بعضكم البعض بصدق ولا تشفقوا على المنحلي الأخلاق فأنا لم أعرفهم قط ولا أساندهم لا أحبذ المؤاسة فأنا أكره المواسي والمواسة إنني فريد من نوعي ومنتصر لست من العبيد الذين يهلكون فليلعنهم الله يموتون آمين وليهلكوا في نار جهنم هذا قانون معركة النصر اعبدون بالنار والدم واعبدون بالسيوف والرماح فلتطعن النساء بالسيوف أمامي فليهرق الدم باسمي اصحقوا الوثنيين أيها المحاربين وسأعطيكم لحمهم لتأكلوه ضحوا بالماشية الصغيرة والكبيرة منها اقتلوا وعدبوا ولا تترددوا إنها أفكار زواحف البعد الرابع السفلي وحلقات عباد الشيطان الذين يخدمون مصالحهم وإن كانت هذه الكلمات أشبه بتلك التي كان يرددها الله الغاضب في العهد القديم فذلك يعود إلى أن القوة عينها بلغت القدامى إنها القوة التي تتحكم بعقول أولئك الذين تحكموا بالأخوية البابلية منذ الأزمنة الغابرة عندما تقرأ هذه الخطبة اللاذعة تجد نفسك تجل العقل الذي ابتكر تلك الفضائع التي أصابت البشر وعلى الرغم من أن كرولي حاول أن يتجاهل ما كتبه بيده الموجهة إلا أنه لم يتمكن من ذلك وبدأ منذ العام 1909 يأخذ هذا الموضوع على محمل الجد في هذا الإطار قال كرولي بعد خمس سنوات من الضعف والحماقة واللياقة والتحفظ والمراعى لشعور الآخرين بدأت أشعر بالملل وها أنا أقول اليوم فلتذهب المسيحية والعقلانية والبوذية إلى الجحيم إنني أحمل إليكم واقعا بذائي به سأبني لنفسي جنة جديدة وأرضا جديدة لا أريد موافقتكم أو قدحكم أريد تجديفا وقتلا واغتصابا وثورة وكل ما هو سيء أو صالح ولكن قوي ترك كرولي معلمه السابق ماك غريغور مايترز منسحق القلب بعد أن شن عليه حربا عقلية وعلى الرغم من أن كلا منهما استحضر الشياطين ليهاجم بها الآخر إلا أن مايترز خسر المعركة تشكل هذه الحروب الذهنية جزءا من الأسلحة التي تعتمدها حاليا الأخوية شهدت شخصيا هجمات مماثلة وفهمت كيف يسعهم قتل الناس بهذه الطريقة لم يتوانى الأشخاص الذين اتصل بهم كرولي عن الاستحواذ على عقل أبولف هتلر وغيره من زعماء نازية وبعد مرور عدة سنوات على وفاته أصبح كرولي بطلا بالنسبة إلى العديد من الأشخاص الذين تورطوا في حقبة ازدهار السلطة في الستينات حين دعي الشبان للعيش بمحبة وسلام يا لها من مهزلة كان كرولي يجد في الحرب العالمية الأولى السبيل الوحيد للقضاء على العصر القديم والدخول في العصر الجديد وبعد الكشف عن الوحي الذي نزل عليه ترأس أخوية فرسال الهيكل الشرقيين المتمركزة في ألمانيا وكان له بالتالي تأثيرا هاما على أمثاله من المفكرين في ألمانيا في الوقت الذي كان كرولي يؤثر في النازيين كان عضوا في المحفل الماسوني الإسكتلندي وعميلا في الاستخبارات البريطانية ومستشارا لصديقه وينستون تشيرشيل عابد الشيطان ولد هيوستون ستيوارد شامبلين في إنجلتيرا عام 1855 ولكنه انتقل إلى ألمانيا عام 1882 وتزوج إيفا ابنة ريتشارد فاغنر عام 1902 وأصبح كاتبا رفيع الشأن اشتهر من خلال كتابه أسس القرن التاسع عشر الذي بيعت منه خمسة وعشرون ألف نسخة غير أنه كان يعاني من مرض عقلي وعانى من سلسلة من الانهيارات العصبية فقد كان يشعر بأن الشياطين تستولي عليه ويقال إنه وضع كتبه وهو في حالة من النشوة مما يعني أن الزواحف أو غيرها من كائنات البعد السفلي تتحكم به ليدون المعلومات بشكل آلي ففي سيرة حياته أكد شامبلين أن ما كتبه لا يمت له بصلة أما المواضيع التي تناولها فمألوف جدا تنبطق الحضارات كلها من العرق الآري والألمان هم الأكثر نقاوة بينما اليهود هم الأعداء الذين سيلوثون السلالات الآرية في هذا الإطار قال القيصر ويليام الثاني وأدولف هتلر إن شامبلين كان نبيا حين عين شامبلين مستشرا للقيصر ألاح على هذا الأخير لشن حرب عام 1914 وتحقيق النبوء المتعلقة بسيطرة الألمان على العالم أجمع ولكن بعد انتهاء الحرب وخلع القيصر أدرك هذا الأخير قدارة المناورة التي وقع ضحيتها فجمع عددا كبيرا من الكتب حول السحر والجمعيات السرية الألمانية واكتشف أنها تآمرت لافتعال الحرب العالمية الأولى والتسبب بالتالي بهزيمة ألمانيا عام 1927 توفي شامبلين الذي منحه القيصر جائزة الصليب الحديدي بعد أن قضى عدة سنوات على كرسي مدولب مصحوق الروح والجسد فهذا غالبا ما يحصل للذين يستخدمون كآلات وقنوات لهذا الفرع المؤذي من الوحي الزاحفي ولكن تأثير شامبلين بقي حيا في ذهن أدولف هتلر بعد أن قدمه إليه ألفريد روزنبرغ ذلك اللاجئ الروسي المؤيد لعبدة الشيطان وعلى الرغم من أنه يهودي الأصل قدم روزنبرغ لهتلر نسخة عن كتاب بروتوكولات حكماء صهيون وذلك بواسطة عالم آخر بالسحر والتنجيم يدعى ديتريش أكارت وقد استعمل هتلر هذا البروتوكول لتبرير الحملة التي شنها ضد اليهود مما لا شك فيه أن هؤلاء الأشخاص وبعضا من العقائن المذكورة هي التي شكلت تفكير ذلك الشاب النمساوي المذعور شيكل غوبا والذي عرف لاحقا باسم أدولف هتلر كان هايل شيكل غوبا يكره المدرسة ويطمح أن يصبح فنانا فحمله طموحه هذا إلى فيينا حيث كان يقضي ساعات طويلة في المكتبات يقرأ الكتب المتعلقة بعلم الفلك والصوفية وديانات الشرق فسحرته كتب بلافيتسكي وشامبلين وليست وليبنفيلز فاختار أجزاء من كل واحد منها لتقديم مزيجه المفضل وهو عبارة عن خليط من الرحب والحقد عرف بالنازية أظهر هتلر شغفا كبيرا بقوة العزم التي ساعدته على تحقيق كل ما يرغب به خلال السنوات التي تلت وخلال الجهد الذي بذله لبلوغ درجة الوعي تمرن على فنون السحر وكان مقتنعا بأنها ستحوله إلى واحد من أولئك الرجال الفائقي القوة الذين قرأ عنهم وآمن بهم ويبدو أن الترددات الزاحفة استحوذت عليه خلال إحدى طقوس السحر الأسود فإن ألقيتم نظرة عن كثب على عقائده لوجدتم أنه كان يتمتع بقوة كامنة كبيرة للتناغم الترددي مع الوحي الزاحفي إنها الطريقة الوحيدة ليكتسب ذلك الرجل العادي السحر والفتنة اللازمين لأسر الأمة وتخطيرها إننا نتحدث عن أشخاص يتمتعون بالسحر وبشخصيات آسرة وهذا تماما ما يتمتعون به فكل واحد منا يولد طاقات مغناطيسية ولكن البعض لا ينقلونها إلى الآخرين بنسبة عالية غالبا ما تسمعون أن الأشخاص السلبيين يتمتعون بشخصية آسرة أو جاذبية قاتلة وأظن أن فتنة أدولف هتلر وسحره تعودان إلى الترددات السلبية التي تولدها الطاقات المغناطيسية السلبية فعندما كان يقف على المنصة وقصمات وجهه تلتوي من الألم كان يتصل بالوحي الزاحفي وينقل هذا التردد إلى الحشود مما يؤثر على حالة الناس الترددية ويحولهم إلى عملاء مخبولين لا يعرفون إلا الحقد في هذا الإطار كتب أحد المؤلفين يقول عن هتلر ترتبط قدرته على أسر الحشود بفن السحر الذي اشتهر به عن رافو إفريقيا أو الشامان في آسيا ويشبه آخرون هذه القدرة بحساسية الوسيط ومغناطيسية المنوم المغناطيسي في كتابه هتلر سبيكس هتلر يتكلم قال هيرما روشينغ وهو أحد معاوني هتلر لا يسعن التفكير به إلا كوسيط فمعظم الأحيان نجد أن الوسيط هو مجرد إنسان عادي وفجأة تظهر عليه علامات قوة خارقة تميزه عن باقي البشر وكأن روحا استحوذت عليه وبعد انتهاء الأزمة يعود ليغرق في بؤسه ولا شك أن قوى خارجية استحوذت على هتلر بهذه الطريقة على الرغم من أن القوى الشيطانية لا ترى في هتلر الرجل سوى أداة مؤقتة لها إن هذا المزيج بين التفاهة والقوى الخارقة للطبيعة ولد هذه الازدواجية غير المحتملة والتي يشعر بها المرء في حضوره إن الأمر أشبه بالنظر إلى وجه غريب تعكس تعابيره حالة نفسية غير مستقرة مقرنة من طباع متعلق بوجود قوى خفية تبين لنا أن هتلر كان يعيش دائما في خوف من الكائنات الفائقة القوة فقد قال روشنينغ إن هتلر كانت تنتابه كوابيس مليعة فيستيقظ صارخا ويتحدث عن كائنات لا يراها أحد سواه في هذا الصياق قال هتلر مرة لمساعده ما الذي سيحل بالطبقات الاجتماعية في المستقبل؟ اسمع يا صاحبي سيتربع على رأس الهرم الاجتماعي الأسياد ويليهم أعضاء الحزب وفقا لترتيبهم التسلسلي ويليهم الأتباع والخدم والعاملين ودونهم الأعراق الأجنبية المهزومة والعبيد أما على رأس هذه الطبقات كلها فسنجد طبقة جديدة ورفيعة الشأن من النبلاء لا يمكن للتحدث عنها غير أن المحاربين لن يعرفوا شيئا عن هذه الخطط إن الرجل الجديد يعيش حاليا بيننا إنه هنا ألا تجد ذلك كافيا؟ سأخبرك سرا لقد شاهدت الرجل الجديد إنه جري وقاس القلب ويثير الرعب هذا هو المجتمع الذي كان يطمح الزواحف والزواحف الآريون بإنشائه خلال السنوات القليلة المقبلة بعد أن انتقل هتلر إلى ألمانيا قضى وقتا طويلا في بافاريا تلك المنطقة التي انبثقت منها جمعية المستنيرين على يد ويشوبت وعاد إليها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في السنة التالية تعرف صدفة على حزب سياسي مثير للشفقة اسمه حزب العمال الألماني وهو فرع من فروع الأخوية الألمانية السرية التي تميزت بتعصبها للقومية ومناهضتها لليهود إن بثقت عن هذه الأخوية جمعيات أخرى مماثلة بما في ذلك جمعية تول جزيلشافت جمعية تول ومحفل المستنيرين أو جمعية فريل وكان هتلر عضوا فيهما من جهته أطلق الكاتب الإنجليزي اللورد بولوير ليتون على القوة التي تجري في الدم وتنبه الناس إلى قواهم الحقيقية وقدرتهم على أن يصبحوا من الأشخاص الفائقي القوة اسم فريل فما هي قوة فريل التي تجري في الدم تعرف هذه القوة لدى الهندوس بقوة الأفعى وترتبط ببنية الجسد الجينية التي تساعد على تغيير الشكل وانتقال العقل ما بين الأبعاد عام 1933 فر الخبير بالصواريخ وليلاي من ألمانيا وتحدث عن جمعية فريل وعن اعتقاد النازيين بقدرتهم على أن يتحلوا بقوى خارقة للطبيعة في أحشاء الأرض من خلال اعتمادهم تعاليم السحر وانفتاح الذهن عليها علما أن ذلك يساعد على إعادة إيقاد قوة فريل النائمة في الدم من الأعضاء البارزين في جمعية فريل النازياني هاينغيش هيملس وهيرمان جويرينغ كان أعضاء هذه الجمعية مقتنعين كل الاقتناع بأنهم متحدون بمحافل سرية في التيبت وبأحد الكائنات الخارقة القوة المعروف باسم ملك الخوف من جهته بقي رودولف هيس نائب هتلر حتى العام 1941 حين قضى خلال رحلته المشؤومة إلى إنكلترا كان هيس يؤمن بالقوة الخفية وانضم مع هيرمان جويرينغ إلى جمعية إيدل فيس التي تنادي بالعرق الشمالي السيد عبد هيس هتلر ووجد فيه المسيح المنتظر علما أن الزعيمة لم يكن أزرق العينين أو أشقر الشعر واجه هتلر المشكلة عينها في تحقيق التوازن بين الاثنين ولكن نواثق كل الثقة بأنه وجد تفسيرا مقنعا لذلك تناول الباحث الألماني يان فان هيلزينغ في كتابه Secret Societies of the 20th Century الجمعيات السرية في القرن العشرين قصة تواصل أعضاء جمعيتين فريل وطول مع كائنات من الفضاء من خلال وسيطين يدعيان ماريا أورزيك وزيكرون في محفل مجاور لباشتسكادن في كانون الأول 1919 يقول هيلزينغ إنه استنادا إلى وثائق فريل يتم هذا التواصل بواسطة نظام شمسي يعرف باسم الدبران يبعد بـ 68 سنة ضوئية عن برج الطور حيث يشكل كوكبان مأهولان الإمبراطورية السومارية ينقسم سكان الدبران بين عرق سيد من الآريين الذين يتمتعون بعينين زرقاوين وشعر أشقر ويعرفون باسم شعب الله وأعراق بشرية مختلفة تحولت إلى أشكال جينية سفلية بسبب التغيرات المناخية منذ حوالي 500 مليون سنة بدأت شمس الدبران بالتوسع وأخذت تولد حرارة مرتفعة جدا عندئذ أخلية الأعراق السفلية ونقلت إلى كواكب أخرى مأهولة من جهتهم انتقل شعب الله إلى كواكب شبيهة بالأرض بعد أن بات كوكبهم غير صالح للسكن في نظامنا الشمسي يقال إنهم ارتحلوا أولا إلى كوكب مالونا المعروف أيضا باسم ماردوق أو مارديك والذي يقال إنه موجود بين المشتري والمريخ ضمن حزام الكواكب السيارة استنادا إلى جمعية فريل استعمر هذا الشعب كوكب المريخ قبل أن يستقر على الأرض ويطلق الحضارة السومارية ويقال إن اللغة السومارية شبيهة بلغة سكان الدبران التي هي أقرب إلى الألمانية غير المفهومة وعلى الرغم من أن التفاصيل تبدو مختلفة إلا أن تواثر اللغة الألمانية واللغة السومارية الدبرانية متشابه بعد أن استقر العرق السيد القادم من الفضاء على الأرض أصبح أفراده آلهة الأساطير القديمة وكانوا وراء الحضارة السومارية المتطورة ونشروا التيار الجيني الأكثر صفاء عن الكرة الأرضية إن هؤلاء الآلهة أنفسهم يتحكمون بالكواكب منذ أقدم العصور انطلاقا من مدنهم الواقعة تحت الأرض أما العنصر الوحيد المفقود فهو أن التيار الآري يضم سلالات آرية زاحفة أخبرني أعضاء في الأخوية أن الزواحفة يفضلون دم الأشخاص الذين منحهم الله عينين زرقاوين وشعر أشقر ولا شك أن هوس النازية بالعرق السيد يهدف إلى المحافظة على نقاوة هذا التيار وإعاقة التزاوج مع الأعراق والتيارات الأخرى في وقت لاحق أطلق على جمعية طول أولتيما تيمنا بمدينة خرافية في هابيربوريا تلك القارة الأولى التي أنشأها العرق الآري القادم من كوكب الدبران يقول البعض أن هذه القارة ظهرت قبل أطلانتس وليموريا بينما البعض الآخر يقول أن هابيربوريا هي أطلانتس أو باطن الأرض تصف الأسطورة الإسكندونافية أولتيما طول بأرض بديعة تنعم بأشعة الشمس بشكل سرمدي اتخذ منها الآريون موطنا لهم ولكن عندما بدأت مدينة هابيربوريا بالغرق استخدم الآريون تقنياتهم المتطورة لحفر أنفاق في غلاف الأرض ليستقروا بعدها تحت جبال الهملايا عرفت هذه المملكة باسم أغارتا وعاصمتها شامبالا ويدعي الفرص أن هذه المنطقة تحمل اسم آرية أرض الآريين استنادا إلى النظام العقائدي النازي كان سكان أغارتا صالحين وسكان شامبالا أشرارا وقد استمرت نزاعاتهم على مر السنوات ويرى النازيون أنهم كانوا يدعمون الأشخاص الصالحين في أغارتا ضد المسونيين والصهاينة في شامبالا أيعقل أن يكون هذا الخلاف بين سكان المريخ الآريين وزواحف الأنوناكي نظرا لأن النزاع القديم بينهما استمر على مر الزمن ففي بادئ الأمر تقاتلوا على المريخ ومن ثم على القمر وبعدها على الأرض كان هاجز هتلر الأكبر العثور على مداخل لهذا العالم الواقع تحت الأرض حتى يتمكن من الاتصال بالعرق الآري السيد إلا أنه في الواقع كان مجرد دمية للزواحف يتحكم بها ملاك الموت جوزيف منغيل ذكرت سابقا أن الزواحف كانوا يتقاتلون مع الأعراق الأخرى القادمة من الفضاء أو التي تعيش في باطن الأرض للسيطرة على الكوكب ولا شك أن البعد الرابع السفلي يضم زمرا متقاتل عدة كان رودولف كلوير أحد مؤسسي جمعية تول وهو منجم بدل اسمه إلى بارون فون سيبوتندورف وعقب إلحاحه الحثيث على الثورة ضد اليهود والماركسيين تحولت جمعية تول إلى ثورة معادية لليهود والماركسيين ومناصر للشعب الألماني المتفوق عرقيا من الأصدقاء المقربين لسيبوتندورف ديتخش أكارت وهو كاتب مضمن على الكحول والمخضرات يؤمن بأنه أرسل إلى العالم ليماهد الطريق لديكتاتور ألمانيا عام 1919 التقى أكارت هتلر ووجد فيه المسيح الذي ينتظره ولا شك أن له الفضل الكبير في العلوم المتطورة التي اكتسب هتلر فضلا عن طقوس السحر الأسود التي تصله بشكل مباشر بتواطر الزواحف ومنذ تلك اللحظة بدأت قدرة هتلر على جذب التأييد اللازم له عام 1923 كتب أكارت لصديقه اتبع هتلر فهو سيرقص على اللحن الذي اخترته له لقد زودناه بالوسائل اللازمة للاتصال بهم لا تحزن علي لأنني لا أخال أن أي رجل ألماني آخر سيطرق مثل بصماته على التاريخ من الأمور الأخرى التي استحوذت على ذهن هتلر ما يعرف برمح القدر ذلك السلاح الذي يعتقد أنه استعمل لطعن جنب المسيح عند صلبه فقد صرق الرمح المذكور عندما ضم النازيون النمسا عام 1938 ونقله إلى نيونباك تقول الأسطورة إن كل من يملك هذا الرمح ويحمل شفرة أسراره يستطيع أن يتحكم بالعالم سواء بطريقة خيرة أو شريرة نجد اليوم الرمح الذي سرقه هتلر في متحف هوفبورغ في فيينا حيث اندلع حريق كبير في تشرين الثاني 1992 قبل سبعة أيام من الانفجار الذي قضى على جزء من قصر وينتسور كان هنغش هملا من المؤمنين بالقوى الخفية والمتمرسين في السحر وقد استعمل معرفته هذه بأسوأ الطرق أظهر هملا اهتماما خاصا بالحجارة الرومية وهي عبارة عن نظام شعودة ترمى قلاله الحجارة التي تحمل الرموزة ويقرأ بعدها الخبير التركيبة فاختار رمز SS لمنظمته المريعة الذي هو أشبه بوميض البرق اعتبرت SS جمعية سرية تهدف إلى ممارسة السحر الأسود علما أن طقوسها مأخوذة معظمها من طقوس اليسوعيين وفرسان الهيكل أما الأعضاء الأعلى مرتبة في هذه الجمعية فكان الأعضاء الثلاثة عشر في مجلس الفرسان الأعلى وعلى رأسهم المعلم الأكبر هينريش هملا الذي كان يترأس طقوس السحر الأسود في قصر فيفلس باغ في فيستفاليا حيث كانوا يحتفلون بتقوس الوثنيين الشماليين وانقلاب الشمس الصيفي ويؤدون شعائر تعبدهم للشيطان كان الأمير بيرنارد وهو أحد مؤسسي مجموعة بيلدا باغ وصديق مقرب من الأمير فيليب عضوا في جمعية SS لم يغب السحر الأسود وفنون التنجيم عن أعمال هتلر والنازيين كافة بما في ذلك استعمال رقاص الساعة على الخرائط لتحديد مواقع قوة العدو من جهة أخرى كان الصليب المعقوف يرمز في الأصل إلى الشمس أي الخلق والنور ولكن النازيين جعلوا منه رمزا للسحر الأسود والضمار هذه هي استراتيجية عكس معنى الرموز المتبعة من قبل عابدي الشيطان وأظن أن النجم الخماسي المقلوبة هي خير مثال على ذلك في كتاب سايتان أند سوستيكا كتب فرانسيس كينغ يقول إن ظهور هتلر العنني بشكل مستمر هو خير مثال عن هذا النوع من الاحتفالات السحرية فنفخ الأبواق والمسيرات العسكرية وموسيقى فاغنر تعزز مجد ألمانيا العسكري وروايات الصليب المعقوف بالأبيض والأسود والأحمر تملأ أذهان المشاركين في الحشد بنظرية الشيوعية القومية فضلا عن ذلك تثير تحركات أعضاء الحزب الدقيقة مبادئ الحزب والعنف اللاوعي تلك المبادئ التي كان القدامى يعتبرون مارس رمزا لها كانت التقوص الرئيسية المتبعة خلال الحشد وهتلر يمسك برايات أخرى رايات الدم التي رفعت خلال عصيان ميونيخ عام 1923 شبه سحرية تهدف إلى وصل أبهان النازيين بصور من الطراز البدائي لأبطال الشيوعية المتوفين من جهة أخرى تبرز الأوجه الديمية السحرية للاحتفالات التي كانت تقام في كاتدرائية الضوء بشكل جلي وهو مكان في الهواء الطلق محاط بأعمدة مضاء بواسطة مشاعر كهربائية موجهة نحو السماء ولو حاول ساحر معاصر يتمتع بخبرة عالية أن يبتكر طقوسا للاستحضار الإله مارس لما حصل على نتيجة أكثر فعالية من تلك التي كانت تعطيها احتفالات نونباك مما لا شك فيه أن العلوم السحرية التي استعملها النازيون لتنويم الشعب الألماني مغناطيسيا لا تزال تستعمل اليوم لتنويم البشر مغناطيسيا فالرموز والكلمات والألوان والأصوات والتقنيات التي تستعمل حاليا في وسائل الإعلام والإعلانات تهدف إلى تنويمنا مغناطيسيا من دون أن نعي ذلك كانت دعوة جوزيف جوبيلز ترتكز على المعرفة الباطنية للروح البشرية فقد كان يدرك أن الناس يصدقون كل ما يقال لهم إن تكرر على مسمعهم عدة مرات وإن افتعلت أحداثا تولد في أذهان العام فكرة الحاجة إلى التحرك فاستعمل بالتالي الألوان والرموز والشعارات بغية ممارسة المزيد من التأثير عليهم كما وخضعت وجهات النظر والمعلومات البديلة لرقابة مشددة حتى يتجاوب الناس كما هو مطلوب منهم أن يفعلوا ما هو الفرق بين هذه الاستراتيجية والتدفق المستمر للمعلومات الخاطئة أو المحرفة التي تلقم لنا ولأولادنا يوميا على الرغم من أنها لا تحمل شعار الصليب المعقوف ولكنها تهدف إلى تنويم الشعب مغناطيسيا قد يخيل إلينا أن محاولة هتلر تدمير الجمعيات السرية أمثال الماسونية والحد من استخدام السحر في الجمعية الألمانية تحمل بين طياتها نوعا من التناقض إلا أن ذلك غير صحيح إذ أنه كان يدرك أكثر من سواه القوة التي تمنحها هذه العلوم لحاملها وأراد الاحتفاظ بها لنفسه عام 1934 منع العرافون من ممارسة نشاطاتهم في برلين وحضر في وقت لاحق التداول بكتب السحر في أنحاء ألمانيا كافة من جهة أخرى حلت جميع الجمعيات السرية بما في ذلك جمعيتين طول والأخوية الألمانية وتعرض المنجمون للاعتداء والقتل كما ومنع أمثال لانتس ليبنفلس من نشر أعمالهم كانت عملية التطهير هذه ترمي إلى تحقيق هدفين أساسيين يقضي الأول بالفصل ما بين هتلر والنازيين ومسائل السحر والتنجيم بينما يقضي الثاني بمنع الناس من استعمال السحر ضدهم أو ضد الغير تعكس هذه العملية المسائل التي اعتمدها الآريون الزواحف عبر التاريخ إذ استخدموا المعرفة للسيطرة والقمع في وقت خلق فيه الأنظمة الدكتاتورية الدينية للحيلولة دون ترويج هذه المعرفة في الواقع خدعت النازية لسيطرة الجمعيات السرية في مراحلها كافة فقد آمن أعضاؤها بأن الآلهة السوماريين هم عرق سيد من الفضاء الخارجي وأرسلوا بعثات إلى شمال إفريقيا ورين لوشاتو ووونسكور والتيبت حيث تتمركز الكائنات الخارقة القوة تحت الأرض ولما كان الطيار البوضي يحمل جانبا إيجابيا وآخرا سلبيا اتصل النازيون بهذا الأخير وعندما وصل الروس إلى برلين في نهاية الحرب وجدوا العديد من النساك أي العباد البوضيين الذين تعاملوا مع النازيين ميتين